كابتن ده من قبل ما يبقى فيه سوشال ميديا وبرامج التوك شو بس انا عايز اقول لها ديك على حاجة بس انا عايز اقول لها ديك على حاجة احنا كلاعيبة اهلي والزمالك احنا صحاب قصلا خارج الكورة طبيعا نبقى فيه بيننا من نفسه شريفة انا عايز اكسب وعايز اكسب لكن الكورة لازم يبقى فيها روح رياضية يعني تبقى احسن من كده احنا داخل ملعب ما اعتقدش ان احنا بيبقى فيه بيننا مشاكل لان انا عايز اكسب اوه عايز يكسب دي ما فعاش مشكلة وزا ما احنا قولنا الكورة ما اكسب اخسارة يعني دلوقتي كمان كورة الكورة مريضة عمتا بقت لغة شعوب احنا كمان بنتأثر بها يعني انا النهاردة لو سمعت من الاعلام مشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا انا ذات نفسي كازمالكاوي ومش على مستوى احنا بس على فكرة ماشي بس احنا ظروف البلد دلوقتي ما تسمعش امنيا يعني اه خلينا نزروف البلد بسناش وإلا حتى كان ماتش ده بقى بجمهور يعني ايه اللي خلى الماتش ده بدون جمهور اولا انا بزعل جدا لما لاقي ماتش اهل وزمالك بدون جمهور لان هو رقم واحد لازي بقى فيه جمهور لان انا الجمهور ده بيديني دفع معنوية وروح تانية خالص ان انا يبقى فيه جمهور داخل الاستاد انا لعبت قبل كده يعني انا وكابتن ياسد لعبنا اما كان فيه مئة الف متفرق دلوقتي احنا بنتكلم في اهل وزمالك خمسشهر من هنا وخمسشهر من هنا يعني بتتكلمي على تلاتين فرد بتفرغوا على اهل وزمالك هيبقى المبارأ يعني يعني تأثيره سلبي عدم حضور الجمهور اكيد طبعا سلبي طبعا سلبي الععيب في الملعب كمان انت عارف اللععيب اهل وزمالك متعاوض على الجمهور ومتعاوض الملعب ده بالذات متشاهل حتى لو انت عاد قدام لتلفزيون بكرة قدام الشاشة هتلاقي نفسك انت مش مستمتعة انت كان مش قاعد بالمباراة انت عايز الاجراء كلها احنا بالنسبان على فكرة ما نشوفش جمهور فقات في الملعب واحنا بنتفرق في البيت فعلا بتأثر عليه انت نفسك بتخلي بقى اللعاب اللي في الملعب وخاصة الماتش اهل وزمالك بيبقى مستني الدافع اللي هو بيجي من خل الجمهور الدافع ده مش موجود اه ناس بتفرج من خل الشاشات لكن في الملعب بيبقى مهم جدا